يحيى وكنوز ده عجبني بقى فيه هقولك على حاجتين اول حاجة زي ما بقولك هي مسألة عدم الانقطاع بتاع سلسلة الكارتون او الانيميشن المصري لو صح التعبير وانه بتقدر تقول انا اقدر ان انا اكمل وعمل حاجة وكويسة وحلوة وشيك ودقيقة زيها زي اللي انت بتتفرج عليها في اي حتة في الدنيا ادي واحد اتنين اللي قالته عليا الشافعي برضو مهم جدا بالمناسبة واللي قالته السيدة سامحة وبكر برضو مفيد جدا بالمناسبة ليه لانه مسألة تكريس مجموعة من المفاهيم والالفاظ والمصطلحات وانه دي تبقى حاجة رسخة جو عقلك وزهنك وتبدأ تكون وجدانك واحدة واحدة مصر اسمها كيمت ما كانش اسمها مصر ومصر دي لها حدوتة متعلقة بحفيد سيدنا نوح فمثلا في بعض الناس بتختلط عليك كلام يقولك مصر جاية من كلمة الامصار اي البلاد التي يفوت حتى عند دخول الاسلام الى مناطق عدة منها بلدنا ومنها الشام ومنها فارس والعراق الى اخره مفهوم خاطئ بالكلية مش هقولك مفهوم خاطئ بشكل جزء خاطئ بالكلية هي لها قصة تانية خالص ممكن نبقى نعود نحكيها ده انعكس يعكس ايه يعكس زكاء الكاتب مش هقولك بس ثقافة الكاتب زكاء الكاتب اللي عاوز يوصل الطفل المصري لنقطة فزكاء الكاتب وده اللي عجبني هي فكرة تكريس المفهوم في ذهنك في ذهن الطفل بالتحديد انك يبقى فاهم ايه هي اصول الاشياء مش معتادة واللسان مش الافكار المعتادة المنتشرة الرائجة تكريس مفهوم حقيقي للاشياء هو المفهوم الاصلي ودي حاجة مهمة جدا تكريس الاصالة لدى الطفل ده هنا بقى ايه زي ما بقولك كل ده زكاء الكاتب مش بس ثقافته خلي بالك انه اليومين دول ممكن حد يقعد يكتب عن طريق جوجل فيطلع معلومات كتير فيبدو مثقفا يبدو امتى تقدر تكشفه لما هتشوف الكلام اللي مكتوب ده زكي ولا مش زكي زكي يعني ليها اثر يعني داخل في حتة معينة عنده استهدافات الكاتب في حالة يحيى وكنوز عنده استهداف معين عنده اهداف معينة عاوز يحققها من وراء هذه الحدوطة الطويلة اللي احنا هنقعد نتابعها مع بعض او الحواديد الكثيرة اللي هنتابعها مع بعض في رمضان وبالمناسبة انا هنا اشجعك اب وام عدوا تفرجوا عن مسلسل مسلسل لا يحتاج لرقابة منك اعود تفرج عشان بالمناسبة انت كمان هتستفيد يعني الولاد هيتفرجوا شجعهم على ذلك انا ليه بقولك انت اعود تفرج اعود تفرج عشان انت كمان هتستفيد وخد مني النصيح انت بجدها هتستفيد وعلى رأيي طه دولت يقولي وناقش عيالك في اللي تفرجوا عليه وشوف بقى هنا ميول ولادك هتبقى رايحة ازاي وهنا ده هيخليك تكتشف تقدر تجيب كتب الولادك تفرجهم على افلام او وثائقيات عاملة ازاي يعني خد ودي مع العيال يحيى وكنوز يكرس ايضا لهذه الركيزة الاساسية خد ودي مع ولادك ما تبقاش مجرد محفظة رايحة الشغل ورجعة من الشغل